تعليمات استخدام جهاز الصدمات الكهربائية الآلي ميديتك بيفي خمس اضغط على زر الطاقة الأخضر واتبع الإرشادات الصوتية قم بإزالة وسادات الأقطاب الكهربائية ثم ضع وسادات الأقطاب الكهربائية واحدة تلو الأخرى على صدر المريض العالي ملحوظة خاصة إذا كان هناك شعر على الصدر فيجب إزالته أولاً وإذا كان المريض مقتلاً وجب مسحه أولاً إذا كان المريض يرتدي قلادة أو رقعة دوائية فمن الأفضل إزالتها إذا كان المريض يرتدي جهاز تنظيم ضربات القلب الداخلي فيجب عليه الحفاظ على مسافة 2.5 سمت مترت من وسادات الأقطاب الكهربائية بالنسبة للأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الصدر يجب وضع وسادات الأقطاب الكهربائية في منتصف الصدر وفهر جاري تحليل ضربات القلب يرجع عدم لمس المريض اهدأ ولا تلمس المريض واستمع للتحليل يوصى بإعطاء صدمة كهربائية لا تلمس المريض اضغط على زر الصدمة اكتملت عملية إزالة الرجفان يرجى إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بعد الصدمة الكهربائية وبعد دقيقتين سيبلغك جهاز الصدمات الكهربائية الآلي بي في 5 بتحليل معدل ضربات قلب المريض تلقائيا احرص على عدم إيقاف تشغيل جهاز الصدمات الكهربائية الآلي بي في 5 اتبع التعليمات حتى يصل طبيب الطوارئ إلى مكان الحادث اشتركوا في القناة الكهربائية الآلي بي في 5